الآلية المالية الأوروبية المستحدثة للتعامل مع إيران تقع تحت مقصلة الدولار تحذيرات أطلقها ممثل الولايات المتحدة براين هوك من تعامل البنوك والشركات الأوروبية مع طهران بأي عملة عدل أمريكية عدم الالتزام بالقرار الأمريكي سيعرض هذه الجهات دون تردد لعقوبات واشنطن التي جاءت في الحزمة الثانية على إيران وفي تصريحاته خير هوك المؤسسات الأوروبية بين السوق الأمريكية والإيرانية نهاية سبتمبر أقرت سبعة بنوك مركزية أوروبية إنشاء آلية مالية خاصة للتبادل التجاري مع طهران على أن تتوسع مستقبلاً لتصبح مؤسسة مالية آلية صرحت الولايات المتحدة بأنها لا تأبه بها في ظل الانسحاب الجماعي للشركات الأوروبية من السوق الإيرانية ويرى خبراء أن خطة الاتحاد الأوروبي للالتفاف على العقوبات مع إيران تتداعى في ظل الضغوط الأمريكية وعدم استعداد أي دولة في التكتل الأوروبي لاستضافة العملية في المقابل تتعظم الضغوط من قبل القوى الأوروبية الرئيسية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا على لوكسنبرغ لاستضافة الآلية فبعد رفض النمسا طلب استضافة الخطة أبدت بلجيكا ولوكسنبرغ تحفظات قوية بحسب دبلوماسيين أوروبيين رغم عدم تعليقهما علنا حنين الشولي العربية